يا عزيزي مشكلة هذا السلاح الآن مو مع التشرينيين كقوة واحتجاجية مشكلة هذا السلاح الآن يهدد كل الدولة بما فيها المنظومة الشيعية السياسية والمنظومة الشيعية الاجتماعية أنتوا الآن جاي تواجهون خطر تفكك العشائر الشيعية بالوسط والجنوب أي شرارة ممكن تصير حرب أهلية بالوسط والجنوب بسبب كتل التجاجة وهكذا ذاك اليوم بالبصر عركة على منتجاجة ومعرف إيش راحوا بها عشرة مدر داعش لو سمحتني اقعدوا وأضبطوا إيقاء هذا السلاح بس خلقوا لحشايا ووثقها علي للتاريخ ترى هذا الانفلات والتصرفات غير المفهومة اللي دا صير بالفترة الأخيرة من استعراض سرايا السلام إلى استعراض ربع الله إلى استعراض الجماعة البارحة هذا وبقايا حج قاسم وأبو مهدي بمعنى حج قاسم وأبو مهدي كانوا هم المايسترو مع لعبة السلاح الشيعي لما انطلع المايسترو من الساحة إلى الآن ما قدروا ينتجون مايسترو جديد فأكو اختلال كبير لذلك رويترز سروا بالتقرير يعني تريد أن تقول إيران عجزت تريد أن تقول إيران عجزت على إنتاج مايسترو جديد يسيطر على السلاح المنفلت في العراق نعم وهذه معلومة وربعنا شبيهم جماعتنا شبيهم جماعتنا شبيهم عجزين ما أنت الآن ذكرت أسماع عليهم أن يجتمعوا ويوضعوا قواعد اشتباك وكأنما رايحين حرب يعني دور شبيهم لا يهشون ولا يكشون غير قادر على خلق مايسترو أو صناعة مايسترو منهم وبيهم ها محاولة إنت تعرف الآن مثلا العصائب بدأت تضخم وتحجب توازنات جديدة لأن عندها مصادر تمويل تختلف لأن عندها قواطع عمليات تختلف ولأن عندها تمثيل نيابي وسياسي يختلف وهكذا بالنسبة للبدر وهكذا بالنسبة للنجباء أو كتاب حزب الله أو بقية الفصائل فمن يجي واحد مثل أبو فدك ما يقدر يسيطر أن يتحكم بهذه الأسماء وهذه التشكيلات كقوى فاعلة وعدها مركز قرارها وعدها مصالحها الخاصة بالإضافة إلى هي جزء من منظومة ولكن عدها مصالح خاصة ورؤية خاصة في مناطق صراع معينة وهكذا أنت أصلا لما كان المايسترو تشيبير موجود كان عنده إشكالية وهي سلاح مقتدى الصدر مثلا شلون يتفاهموا يا دائما كان هناك نوع من الإشكالية طيب مقتدى الصدر الآن أيضا هذا قوة ثانية موازية وهكذا بدأت تكثر الفواعل الشيعية بتصوري أن الإيرانيين فشلوا بإنتاج مايسترو شيعي يقدر يلزم الأمور اشتركوا في القناة